موسيقى أن لا أكون عربياً لا يعني أن أكون معادياً للعرب بل يجب أن أنسج مع العرب أفضل العلاقات أن لا أكون مسلماً لا يعني أن أكون معادياً للمسلمين بل يجب أن أنسج مع المسلمين أفضل العلاقات أن لا أكون غربياً لا يعني أن أكون معادياً للغربيين بل يجب أن أنسج مع الغربيين أفضل العلاقات أن أعرف خلافات الماضي لا يعني أن أقفا عندها بل أن أتعلم منها كي أتفادى تكرارها في المستقبل نعم يجب أن أعي كل شيء أن أعرف ذاتي وأعرف الآخرين أن أحترم ذاتي وأحترم الآخرين وأن أحترم حق الاختلاف وأن أعرف الماضي وأتفادى أخطائه وعندها يبدأ الحوار مشاهدينا من رحب فيكم مما كنتوا عبر تابعونا عبر فضائيتنا نور الشباب طبعاً دايماً بيبرنامشكن أيادي مسؤولة اللي عم جاري بيضوي على مختلف المواضيع أكان الثقافية، دينية، اجتماعية وغيرها أو مع هالكلام الحلو اليوم بيصرنا لكم أنه عنوان الحلقة اليوم هي روم المشرق بين اللغة والهوية وهو عنوان كتاب أصدروا بل كتبوا المحامة رودريك خوري اللي هو اليوم ضايفة، أهلا وسهلا فيك رودريك واللي سوية رح نكتشف معه الكتاب، أهدافه وأسئلة عديدة رح نطرح عليه أهلا وسهلا فيك رودريك مرة جديدة رودريك قبل ما نبلش حوارنا بس رح نروح مع المشاهدين هيك مع ريبورتاج صغير عن حفل توقي على الكتاب إذن مشاهدين ريبورتاج صغير ونرجع لمتابعة حلقتنا ترجمة نانسي قنقر إذا أردت أن تتغلب على شعب فنسه تاريخه انطلاقا من هالإشكالية وقدام واقع عم بحط المسيحيين مش فقط قدام إبادة جسدية إنما أيضا إبادة فكرية بمحاولة لمحو ذاكرتهم كتاب جديد بيطرحه المحامر رودريك خوري تحت عنوان روم المشرق الهوية واللغة نحن من آمن بمشرق متعدد الحضارات نحن من آمن بمستقبل مستنير مستقبل يؤمن فيه كل أو تؤمن فيه كل الطوائف الموجودة هون بحق الآخر بالاختلاف الحضاري بحقه بأن يكون مختلف بحقه بأن يتكلم لغته بحقه بأن ينقل ذاكرته الجميعية لأبنائه ولذلك نحن منقول نحن الروم المشرقيين لدينا حضارة خاصة فينا قد تختلف عن الآخرين أو قد تختلف عن الحضارات الأخرى الموجودة في المشرق ولكن يجب أن لا تكون على تصادم مع غيره وإنما يجب أن تكون دائما على تفاعل وعلى انفتاح مع الآخرين هالكتاب الحديث الولادي القديم بمعلوماته اللي بتعود فينا لأصالة الحضارة الرومية تم تقيعه الشهر الماضي بالمهرجان اللبناني للكتاب بالحركة الثقافية بأمتلياس بحضور ومشاركة عدد كبير من المعارف والأصدقاء اللي إجوة يكتشفوا ويبحثوا إلى جانب رودريج عن هوية روم المشرق نحن نعتبر أنه هالكتاب هو ثروة مكتبية طولت كرمالة تحضر على رفوف مكتباتنا مثل ما هي حاضرة في ذاكرة الجماعية لأبناء المشرق هذا المرجع لابد كان أنه يصدر وهو صدر اليوم عن دار الجيل هو مرجع كتير مهم بيحكي عن تاريخ الروم المشرقيين في هذه المنطقة وبيحكي بكل وضوح وبكل صراحة وبكل شفافية لأنه الوضوح والصراحة والشفافية تقتضي أن نقول إذا كان لدينا تاريخ هذا لا يعني أننا ننكر للآخرين تاريخهم وإذا كان لنا حضارة هذا لا يعني أنه غيرنا ما عنده حضارة وإذا كنا نحن فخورين بتاريخنا وبحضارتنا هذا ما بنعني أنه نحن من كن العداء لتاريخ ولحضارة الآخر بالعكس معرفة الذات ومعرفة النفس هي خطوة أساسية في طريق الحوار وفي طريق العيش المشترك عودة للكم مشاهدينا ولمتابعة حلقتنا رودريج عنوان كتير جبير يمكن كتار نطروا بس بداية هيك بحب ضوّع على شغلي أنه أنا اليوم عم بستقبلك ككاتب وكمحامة ولكن أيضاً رودريج أنت خي وصديق وأنا كتير مبسوطة وفخورة أنك موجود معي اليوم روم المشرق بين اللغة والهوية قديش سمعنا جدليات وأراء مختلفة يعني عن الروم عن هويتهم اللي بيقول أصلهم يوناني اللي بيقول أصلهم سرياني كل حدا كان يقول شي فاليوم أنت عم بتحط بين إيدينا كتاب متل من أنك معرف عنو هو بحث تاريخي موثق رح تخبرنا شوي بعد عن الدراسات اللي قمت فيها لحتى توصل لنتيجة هذا الكتاب ولكن بداية شو الهدف منه خبرني كيف اشت الفكرة يعني أول شي بدنا نشكرك أرزي على الاستضافة هو مثل ما قلت نحن بنفتخر يعني حتى نحن بنفتخر بصداقتك شكرا أيادة مسؤولة أنت أيديك هي الأيادة المسؤولة شكرا الكتاب بلشت فكرته معي يعني من الطفولة من وقتل كنت طفل صغير وبلشت أتعرف على هويته أنا ابن عائلة رومية أرثوذكسية من منطقة الكورة بشمال لبنان وهي عائلة يعني ملتزمة في الكنيسة جدّة كاهن فلما كنت ولد يعني بتذكر أنه جدّة كان يحطني بحضنه ويقل لي نحن يا جدّة روم ومنصلب بالثلاثة فهل ابن أربع سنين يعني بده يسأل أنه أول شي شو معناته روم يعني ليش اسمنا روم نحن هل روم تعني فقط انتماء ديني أو عقائدي أو انتماء أيضا حضاري ولغوي إذا انتماء بس عقائدي ليش الروم الكاتوليك أيضا بيتسموا الروم وهن بالعقيدة قد يكونون في أحيان كثيرة مختلفين عن الروم الأرثوذكس فأصلا هيدا كان أول سؤال كبير منذ الطفولة أدّى بعدين لحتى أعمل هالبحث نعم سؤال آخر هو لما نكون نحنا بالإدّاس عم نسمع لغة غير العربية عم يترتّل فيها وبين كتب جدّة القديمة يعني كنت لقي هاي كتب قديمة ومخطوطات يعني مكتوبة بلغة غريبة فسألت إنو شو هاللغة هايدي الغريبة المكتوب فيها قال لي جدي هايدي لغة يونانية هاللي منرتّل فيها خريستوسا ناستي وقت أحد القيامة فأذن سألت تاني سؤال جوهري ليش منرتّل باليوناني نحنا وليش طقوسنا كلّا باليوناني ليش مش سرياني ليش لمورني بالسرياني ليش نحنا باليوناني مثلا وليش الروم الكاتوليك منّلنا باليوناني كان حتى دفعك هذا الشيء إنك تفتش يمكن على حضرات أخرى أكيد طبعا 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 فأذن السؤال الثالث هو لما كنت بالمدرسة يعني بصف تروازيان بعتقل بروفي كنا عم ندروس والاستاذ عم بيعلمنا عن حروب الروم والعرب وقصائد المتنبي في الحروب ما بين الروم والعرب بطبيعة الحال أنا أنطق باللغة العربية يعني سألت الأستاذ إنه طيب أستاذ ليش عم تقول حروب بين الروم والعرب ليش الروم مش عرب فهون بيسكت الأستاذ بيصمت هيك وبيفكروا ويعني بيمطر وقت لحتى يعني بيرتبك وحتى يرجع يعطيني إيجابة بعدان الإيجابة كانت إنه لأ أنتو الروم غير الروم يلي مذكورين بالقصيدة أنا حسيت هون أنه في علامة استفهام في علامة استفهام الجواب غير مقنع فيجب أن أبحث في من هم روم المشرق أنا مشرقي أنطق الآن باللغة العربية ولكن جدي علمني منذ الصغر أنه نحنا اسمنا الروم ويجب أن أفاخر بهذا الاسم من هم روم المشرق؟ لماذا يصلون باللغة اليونانية؟ ليش يتشاركون مع الروم الكاثوليك كل المظاهر الحضارية والطقوس واللغة والتاريخ والدم والعائلات وإلى آخره؟ ماذا حصل في هذه الحروب بين الروم والعرب حتى كتب المتنبي هذه القصائد؟ أو هذه القصائد؟ فبلش معي مشوار البحث عن روم المشرق وبلشت أقرأ كتب أكيد لمؤرخين معروفين ولكن هم مؤرخين حديثي العهد يعني مؤرخين كتبوا بالقرن العشرين أو بالقرن التاسع عشر خلينا نقول هالمؤرخين هذي بصراحة مهمين جدا حبطوني على السكة ولكن كنت أشعر أنه يجب أن يكون هناك المزيد من البحث فهني دلوني على مراجع ومصادر أخرى اعتمدوا هني بدراساتهم رحت جبتها كمان كيف كانت صعبة رودريك أنك توصل لهذه المراجع والمصادر؟ بصراحة كانت صعبة كثير لأنه هي مبقى موجودة مفقودة من السوق مش موجودة بالسوق بقى نفقت واضطرت أني روح على مكتبات الأديار الأديمة لحتى أشوف هالمصادر إذا بلاقيها فيها مثلا دير حماطورة دير سيدة حماطورة لقيت في بعض الكتب الأديمة اللي هي نافدة يعني يوم من السوق نواجه تحية لأبونا باندليمون أكيد على كل إن هدا الدير شو ما بتضيع بحالك أو حواليك بتلاقيه شيء؟ نشكر الله نشكر الله بيفتقدنا دايما ربنا بوجود الديسين وأديار يعني نحنا دايما شهر المشرق بالأديار نعم الأديار هي اللي عملت النهضة روحية عندنا هل تطرك هدا الكتاب أنه تسافر للخارج بمطاريح معينة حتى تتابع؟ صحيح 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 هلا عاكل حال نحنا خلينا نكفي فأزان السرد صار يدلوني على المصادر يلي هني اعتمدوا يلي ما كنت لقيها بصراحة بالسوق وبالمكتبات اضطريت أني اطلع على الأديار واطلعنا كمان على مكتبة البولسية تبعا المكتبة البولسية الباترياركية يعني بحريصة وشفت هونيك كم هائل يعني من القصص الأديمي من المصادر الأديمي واعتمدت بهالدراسة اعتمدت بهالدراسة على المصادر العربية أو مصادر المؤرخين العربية اللي كتبوا عن مرحلة الفتوحات العربية ومرحلة حكم الروم للمنطقة تقريبا من فترتها يعني هني كتبوا من القرن السابع من القرن التاسع من القرن التامن من القرن العاشر فكانوا يوصفو لنا كانوا شهود عيان بالنتيجة كانوا يوصفو لنا قدامهم ما يصير من هم الروم يعني نقلا عن شهود عيان فهيدي مهمة جدا لأنه نحنا ماني عم بعتمد أنا على مؤرخين حديثي العهد عم بيكتبوه وعم بينقلو عن مؤرخين أيضا حديثي العهد وبالتالي ما حبيت أني انقل وانسخ نفس اللي منقرأ بالكتب حبيت ابحث بالمصادر الأصلية بالمخطوطات أو هل لقات في معلش لو عم قطعك هل لقات مثلا بين مخطوطات المؤرخين اللي حوالي تلق القرن العشرين وبين المخطوطات القديمة في وجهات تشابه يعني كانوا يكملوا بعضن؟ ببعض الأحيان نعم ببعض الأحيان لا وأنا اتفجأت يعني أنه بعض هالمؤرخين الحديثي العهد مثلا كانوا يحكوا عن الروم عن لغتهم الرومية عن أنها كانت اللغة الرسمية للكنيسة إلى آخره ويرجعوا يحطوا بمطرح بالدراسة أنه ولكن كان فيه عرب مسيحيين بس ما يقولوا إذا كانوا هالعرب المسيحيين هن روم ولا لا وهيدي الجملة اللي حطوها ما يحطوا لنا شو هو مصدره فهالعرب المسيحيين صحيح وجدوا بالتاريخ ولكن لم يكونوا من الروم يعني هم عرب نصارى كانوا من العاقبة والنصاطرة يلي هن منن الروم الأرثوذكسيين يعني وفيما بعد مع الفتحات الإسلامية اعتنقوا الإسلام وبالتالي المسيحيين العرب الأقحاحي اللي هن من القبائل العربية لم يسموا بالروم أبدا بالمراجع التاريخية الأديمة الروم في المشرق هم الذين اعتنقوا المسيحية على المذهب الخلقي دوني يعني الذين آمنوا بالطبيعتين يعني في المسيح منن هن اليعاقبة ولا النصاطرة وهن يلي كانوا يتحدثون باللغة الرومية وكانت لغة كان يستن الرسمية اللغة الرومية رودريك بس تقول اللغة الرومية يعني أنا شو بكو عم بحكي عن لغة عن اللغة اليونانية القديمة هي اللي كانت بوقتها ولكن اللغة اليونانية بوقتها المحكية مش اللغة سكولاستيكية يعني هي لغة الأدب طيب ما علي كمان هون بدي قطعك شوي يعني أنا بس احكي عن شعب بيحكي اللغة اليونانية ولكن هذا ما بيعني ان هو يوناني يعني الأمة الرومية هي أمة بحد ذاتها قائمة وتنطق باللغة اليونانية متل ما هلأ هي الأمة الرومية لو ما منعرف حالنا نحن أمة رومية هون أنا فضحت حالة أمة روم ولكن مننطق باللغة العربية ما بعرف إذا قربت وجهات النظر لأنه حتى هايدي النقطة صار في خلافات عليها كتير يعني من أول ما أنت بلشتشغل رح نفوت بالحديث عنها هايدي خلافات قديمة يعني عنا مثل مثلا الأب قسطنطين الباشا المخلصي اللي هو أكبر المؤرخين بكنيسة الروم الكاثوليك هو يؤكد على هوية الروم المشرقيين اليونانية ولغتهم اليونانية أوكي لغتهم فأزا نعم وهوياتهم اليونانية أحقلك الأب قسطنطين الباشا شو بيقول نعم عنده كتاب معروف يعني وهو أهم المؤرخين بكنيسة الروم الكاثوليك لحقلك شو صار ببداية القرن العشرين ببداية القرن العشرين كان عنا كابوس نحن المسيحية المشرقية اسمه تركية الخلافة العثمانية فكان بدنا نتخلص من هالكابوس يلي اسمه السلطنة العثمانية كيف بدنا نتخلص منه؟ بصير فيه مراسلات وهيدي مذكورة بالكتاب وموثقة يعني بصير فيه مراسلات بين يوسف بيك كرم وقيادات المسيحيين في البلقان يلي بدأت تثور على السلطنة العثمانية وبيقل يوسف بيك كرم لهالقادي يعني مثل دوباكر مثل إيجناتييف وكذا وكارولو سطافيس من يونان بيقل لهم بدنا نعمل نحن ثورة أيضا في لبنان في جبل لبنان يعني ثورة مسيحية كمان لنتخلص من العثمانيين فبيراسلوه من هونيك وبيقولولو انه هل يمكن الاعتماد على مساعدة مسلمي سوريا؟ قالوا بهالوقت صعب ليش؟ لانه بالالف وثمانمائة وستين كانت صايرة المشاكل بين المسيحيين والمسلمين ما بتعرفي الفتنة الكبيرة بيقول لهم بهالوقت صعب ولكن سنحاول وبيقول لهم بالرسالة انه ربما نجعل المسلمين يعتقدون بأننا نريد إقامة خلافة عربية تعيد مجد بغداد في مواجهة يعني العثمانيين فبدأت الفكرة هون عند المسيحيين بخلق قومية عربي تعتمد على اللغة العربية التي تجمع ما بين المسلمين والمسيحيين في مواجهة الأتراك للدخلص يعني من العثمانيين كانت هالفكرة اللي يكبوها نعم فبدأت أفكار القومية العربية هيدي نقطة والنقطة التانية صار فيه ببداية القرن العشرين أيضا فكرة اجت لعننا للأسف من الغرب وهي فكرة الدول القومية يعني الدولة يجب أن تكون منسجمة مع بعضها قوميا ما منقدر نتقبل التعددية القومية في الدول فعهل أساس مثلا بنيو ألمانيا على أساس أنها تكون دولة صافية للأمة الألمانية أو الأمة الجرمانية وهيدي قدت بعدين لما جاء هتلر القوم المتطرف يلي ما قدر يقبل اليهود لمجرد أن المختلفين عنه في العرق فهيدي حصلت كمان بتركيا لأنه بتركيا لما حاولوا يبنوا مع أتاتيرك الدولة القومية لما خلصوا من الحقب الإسلامي مجربوا يبنوا الدولة القومية أتاتيرك كمان أراد أن تكون تركيا دولة للقومية التركية فقط فبدأ بتهجير القوميات الأخرى من تركيا ولذلك من دفع هذا الثمن؟ دفع ثمن الروم الأتراك الذين كانوا ينطقون باليونانية فإذا فكرة الدول بوقتها كانت قائمة على أساس الدول القومية وحصل هون دباء كتير كبير نقاش كتير كبير منقدر نشوفه بمجلة المشرق بمجلة المسرة إلى آخره هالمجلات اللي كانت تصدر بوقتها وتبحث في هويات الشعوب هون وتعمل دراسات تاريخية حصل نقاش كبير ما بين المسيحيين ببعض وما بين الروم خاصة ببعض هل نحن نستطيع أن نقول أننا أروام أو لسنا أروام أو نحن مثلنا مثل بقية النسيج القومي للمنطقة ويقال أنه خافوا الروم بوقتها من أنه تنزع منهم جنسياتهم الوطنية إذا في حال أصروا على هويتهم أو على لغتهم اليونانية وهذا شيء نقرأ مثلا بكتاب حبيب الزيات سنة 1953 صادر الروم ملكيون في الإسلام بالمقدمة البطريارك ماكسيموس الرابع بالمقدمة بيقول أنه وخاف بعض الروم من إمكانية نزع جنسياتهم منهم إذا ما أصروا على لغتهم اليونانية فلذلك بدأت ساعتها الدراسات كلها تبحث فيما يمكن أن يستعمل حجة على أن الروم هل نفس النسيج القومي للمنطقة لذلك صرنا نشوف دايما دروم بيقولوا أنه لا نحن عرب ونحن عرب قبل الإسلام وإلى آخرية ولكن هم يعرفوا تمام كانوا أنه هيدا نظريات طلعوا فيها بوقتها مخافة أن تنزع منهم الجنسيات في حال نشأت دولة قولية عرب هل تخيل هذا الشيء رح تجاوبني عليه بغير هذا الحديث رح ترجع تذكره بغير شؤات؟ لا دعني نقول أنا بهمني أنه نحن متجذرون في هذا الشرق هناك اتجاهات حضارية لهذا المشرق في فترة من الفترات طغت موجة حضارية على الأخرى ولكن بقيت كل الحضارات موجودة يعني عندنا بالأساس مثلا نحن نعرف الحضارة الآرامية كانت موجودة بالمنطقة وقبل الحضارة الآرامية كمان ما هي كان الحضارة أصلا تبني على ضمن الحضارة؟ على اللي قبلة تماما فإذا وإجت من بعض الحضارة أو خلينا نقول مش إجت يعني إجت إجت يعني إنه احتلال لا ما فيش حضارة احتلال الحضارات هي نحن بنختار أو بيصير فيه اتجاه حضاري تاريقي معين للشعب تلقائيا بصير هيدا فصار بالأول حضارة آرامية لكام إجت إلى جانب ما كان قبلها بعدين حضارة رومية انتشرت بالمنطقة وممكن يعني كل وحدة تأثر على اللي قبلة بطريقة لها وبعدين حضارة عربية إجت على المنطقة بقيت إلى جانب ما كان قبلها فإذا نحن إذا بدنا نكون عادلين في الحكم التاريخي يجب أن نقول أنه ما ولا حضارة إلى الحق بأن تسحق الحضارات اللي قبلة وتقول أنا وبس كل الحضارات موجودة بالمنطقة الروم هني هني أحفاد واحدة من هذه الحضارات هويتهم أو خصائص هويتهم الأساسية تكونت في فترة أو حقبة تاريخية معينة أخذت مما قبلها طبعا ولكن لها الحق بأن تبقى موجودة محافظة على تمييزها وخصوصياتها رودريك هل فينا أعتبر أنه هذا الكتاب هو أول كتاب يوثق تاريخ الأمة الرومية أو نكتب قبله نعم نكتب قبله كتير قليل بصراحة نكتب قبله عن الروم بشكل عام عن تاريخ الروم بكل بلاد اللي كانوا حكمين فيها يعني من القسطنطينية إلى ليونال إلى غيرهم نكتب عن تاريخ البيزنطيين يعني فيه عندنا كتاب أكيد عظيم لأسد رستم مؤرح الكرسي الإنطاقي مهم واعتمدناه كتير بهذه الدراسة كتب عن تاريخ الروم وكتب عن تاريخ الكنيسة الإنطاقية طبعا كتب مهمة جدا فيه عندنا اللي قلتلك عنهم ببداية القرن العشرين مثل أقسطنطين الباشا المخلصة مثلا بالألف وتسعمية ولكن للأسف ما عادوا انطبعوا الكتب طبعوا عندنا حبيب زياد كتب أيضا عمل دراسات وأبحاث مهمة ولكن هذا الكتاب هو أول كتاب يبحث تحديدا وحصرا في لغة الروم المشرقيين وفي هوية الروم المشرقيين والخصوصيات والمميزات الحضارية للروم المشرقيين روديك هلأ أنت جوابتني بالسؤال يعني حكيتني عن الهواجس اللي كانت عندك أنت وصغير ولكن اليوم أنا ما بعرف بشوف كمان أنه يمكن في عامل أشعل فيك إضافة يعني يمكن بإطار الأجواء العامة اللي عم نعيشها بالبلد يمكن بالشرق بسبب الصحق اللي عم بيصير إذا بدك لبعض المجموعات من الناس يعني لحتى ما نكون متطرفين فما بعرف قديش أصابت يعني هل لقيت أنت أنه اليوم في ضرورة ترجع تحكي عن الهوية الرومية عن لغتها عن تاريخها شوفي بالحقيقة أرزي هو فيه طريقتين للقضاء على الناس فيه إما القضاء على جسدهم يعني الإبادة الجماعية بالقتل بالسيف إما القضاء على مميزاتهم الحضارية وذاكيرتهم فإذا من جهة تكوني عم تقضي على الجسد ومن جهة أخرى تقضي على الروح إذا قضيت على مميزاتهم الحضارية وعلى ذاكيرتهم الجماعية ما كمان أنت قضيت عليهم يعني إذا دوبتهم بمحيطهم ما أنت كمان هذا نوع آخر من القضاء عليهم مش بس القتل بالسيف هو قضاء علي يعني فيني أعتبر أنه هالكتاب إجا كنوع من المقاومة ضد ما يتعرض له المسيحيون بلا أدنى شك أكيد أكيد أصلاً إحنا وجودنا مجرد وجودنا حياتنا كل يوم هي مقاومة يعني كل ما عم نتنفس نحن عم نقاوم عوامل الزوال مع كل نفس نحن عم نقاوم عوامل الزوال رودريك سوا بدنا هيك نتطلع ملفت جداً الغلاف بدي بس تشرح لي شو اللي عم نشوفه فيه بالغلاف خلينا نبلش من فوق لتحت أول شي هيدي من مخطوطة معروفة جداً مهمة جداً وهي أهم المصادر اللي بيعتمدوها المؤرخين لمعرفة تاريخ الروم المخطوطة هي ليواني سكيليدزيس محفوظة بالمكتبة الوطنية بمدريد بإسبانيا مكتوبة باللغة الرومية يعني باللغة اليونانية الأديمة عم بتخبر عن الروم بوقتها فوق منشوف سفين أو مركب للعرب بمقابله مركب للروم بإحدى الحروب اللي كانت تصير بين الروم والعرب ومنشوف نار هون عم تطلع هالنار هايدي يلي يجمع المؤرخين على أنه هي أنقذت القسطنطينية اللي كانت عاصمة الروم بوقتها لسبعة قرون لسبعمائة سنة من غزوات العرب وغيرهم عليها هي كانت اختراع فريد من نوعه وأصبح سر من أسرار الدولي هو سلاح نار مع نفط كانت تنعمل بشكل كانت يعني اختراع فريد من نوعه الذي الذي اكتشف هذا الاكتشاف وعمل هذا الاختراع هو من روم بعلبك يعني هو من الروم البعلبكيين من عنا مشرقي كالينيكوس اسمه بسبب غزوات العرب للمنطقة هرب مثله مثل كتار مثل ألافات من الروم هرب إلى القسطنطينية ولا حتى يقعد يعني بمنطقة محكومة من الروم فمن اللاجئين يلي راحوا وقعدوا بالخيم بوقتها مثل هاللاجئين يلي عم شوفوا اليوم للأسف لهم ضحية الحروب دائما من هاللاجئين يلي هربوا من المشرق وتاريخنا كله حروب منهم واحد من الروم المشرقيين اللي بعلبكيين كالينيكوس هاللي كان يعني ذكي جدا اخترع هذا السلاح الذي أنقض الامبراطورية وأصبح من أسرار الدولة وأنقض الامبراطورية إلى 700 سنين كل المقاومة جاي من اللباعي واليوم عم يدفعوا نفس التمن على فكرة يعني اليوم أهل أهل بقاع ينمجه لهم تحية على كل حال بيراصب علبك وبالقاع يلي عم يدفعوا تاما اليوم بسبب هجومات الإرهابيين علينا الصورة اللي تحت هي تابعة على الصورة اللي فوق الصورة اللي تحت من نفس المخطوطة ولكن هي لمعركة أيضا بين الروم والعرب هون العرب منشوفهم عم بيهاجموا كانوا القلعة اللي موجودين فيها الروم بمنطقة الرهة اللي بيسموها اليونان أو الروم يعني أديسة هاي دي المنطقة اللي منها الأديسة إفرام السرياني وهي اللي كانت معظمة ينطق باللغة السريانية يعني طبعا كان فيها كمان ناس بيطقوا باللغة اليونانية ولكن معظمة تنطق باللغة السريانية وكانوا متل ما منشوف هون الروم عم بيدافعوا عنها على أسوارها من غزوات العرب ومنقرأ بالحرف اليوناني الأديم هون سراكيني يلي هو اللقب يلي كان يطلقوه الروم على العرب وبالنص طبعا منشوف خلفية العنوان هالنصر يلي برأسين يلي هو رمز الروم عبر العصور وفي كل مكان وفي كل زمان يعني نصر ذو رأسين وإله رمزيات كثيرة ما بعرف إذا معنا وقت لحتى نشرح مذكور بالكتاب على كل حال شو هي رمزياته النصر اللي برأسين يعني هو اللي بيحكي عن هو علم الروم صحيح ورأسين واحد بيدل عن السلطة الدينية والثاني على السلطة السياسية ينسجموا مع بعضهم بيكون في أرموني بينيطون ينسجموا مع بعضهم بجسد واحد وأيضا هو رأس ينظر إلى الشرق ورأس ينظر إلى الغرب بمعنى مسكونية النظراء نحن لا نحد بقومية واحدة نحن لا نحد بجغرافية واحدة نحن لا حدود لنا مثل المسيح لأنه المسيح أتى والمسيحية أتت رسالة لكل الأمم لم تكن محصورة بأمة واحدة وكذلك أيضا حضارة الروم اختيارك اليوم لها الكتاب روم المشرق تترجع تحكي عن هوية الأمة الرومية وتوسقها بتاريخ اختيارك للصورة اللي بتبين كيف كان فيه هجومات سابقة وكيف قاوم الروم أو الأمة الرومية كيف قاومت وبقيت هل فيني أعتبر اليوم رودريق حطها الكتاب مش بس تيذكر بتاريخ الأمة الرومية إنما يمكن تيوجه مساج إنه هالأمة مثل ما من هزمت بالماضي أيضا اليوم ستعصى عليها شياطين هذا العصر إذا فينا نسميها يعني طبعا بلا أدنى شك هالكلام صحيح يعني إنه نحن طالما عم نشدد على هويتنا التاريخية أن لا ننسى إذا أردت أن تتغلب على شعب نسيه تاريخه فإذا نحن نقاوم بالفكر لكي نبقى ونحن نقاوم بكل الطرق لكي نبقى يعني نحن يجب أن نبقى وأن نبقى كما نحن نريد مش كما غيرنا يريد نقدر نبقى متل ما غيرنا بده إيانا نقدر نبقى يمكن ذميين نقدر نبقى معطنيقين نبقى كجسد ولكن نعتنق أفكار الآخر وإديولوجيات الآخر هذا من نبقى هذا زوال صار يعني إذا نحن نبقينا كأفراد ولكن نعتنقنا أفكار الآخرين وإديولوجيات الآخرين ودين الآخرين ولغة الآخرين شو بيكون بيئي منا ما بيكون بيئي منا شو نكون كأتجاه حضاري نحن نزلنا فلذلك يأتي هذا الكتاب في هذا الإطار الحفاظ على الروم الحفاظ عليهم فكريا أهم من الحفاظ عليهم جسديا نقدر نحن نكون خمسمائة شخص نحافظ على وجودنا كأفراد ولكن كلنا هالخمسمائة اعتنقنا دين آخر ماذا بقي من الأورثوذكسية؟ لم يبقى شيء على كلين رودريك بعد يعني هال إذا فين أقول هالملخص التاريخي اللي عطيتني إياه رح نروح نحن وإياكم المشاهدين مع بريك أسير ومنرجع لمتابعة حلقتنا إذن مشاهدين بريك ومنرجع لمتابعة حلقتنا Υπότιτλοι AUTHORWAVE اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عودة للكم مشاهدينة ولمتابعة حلقتنا برجع بذكر أن حلقتنا اليوم تحمل عنوان روم المشرق بين اللغة والهوية وضيفة هو المخامة رودريك خوري ورئيس حزب المشرق ايناً معرفنا عنا بالأول رودريك اليوم أي فئة من الناس تنتظر أن تفتش عن ماضية وتعاود التكلم باللغة الخاصة بلغة الروم أو اللغة اليونانية كل الناس ما في حدا إلا ما بيحب يعرف يعني هويته الحقيقية شو هي أنا بدي شدد على شغلي أنه نحنا يعني نحنا من أبناء البلاد بالنتيجة من أبناء البلاد الأصليين يعني نحنا مش مش جالية إجت من مطرح بعيد مبارح صحيح هجرات من شبه الجزيرة العربية إلى منطقة سوريا ولبنان وفلسطين مثلهم الأراميين قبلهم إجوا هجرات أيضا إلى هون واندمجوا بالسكان اللي كانوا قبل وكمان إجا ناس من الجزر اليونانية واندمجوا بالسكان اللي هني هون فإذاً نشأ اتجاه حضاري عند السكان الأصليين هني اختاروه فإذاً السكان الأصليين إما اختاروا اتجاه حضاري يعتمد اللغة اليونانية لغة مشتركة إما اعتمدوا اتجاه حضاري يعتمد اللغة الأرامية السوريانية لغة مشتركة أو حضارة عربية تعتمد اللغة العربية ولكن الكل أصيلين بهالمنطقة والكل هني عبارة عن هجرات سواء من جهة البحر يعني من أبروس والجزر كريت وهيدا أو من جهة شبه الجزيرة العربية إذاً هيدا بدنا نركز عليه لحنا نعرف أن نحن أصيلين في الانتماء المشرقي ولو اتخذنا منحة حضاري اتخذ اللغة اليونانية لغة مشتركة له أو تاريخية فإذاً كل الناس دون استثناء تريد أن تعرف نفسها أن تعرف خصوصيتها ماذا يميزها عن محيطة يعني نحن ما عم نقول أنه نحن بدنا نرجع اليوم نخلي الروم يحكوا مع بعض لغة رومية أو لغة يونانية أو أنه نحيي لغة قد يكون من الصعب أيضاً قد يونفر لها النقطة هيدة على أنه نوع من التطرف لا لا بالعكس ما في تطرف أنا أتطرف إذا حاولت أنه أقضي على لغة الآخر بس أنا لا أكون متطرف إذا حبيت أني أعرف تاريخي شو وأني كون واعي لتاريخي وبذات الوقت أنسج أفضل علاقات مع غيري يعني رودري يعني أنت عم تتواجه لكل الناس ولكن في بعض الروميين إذا بدك أو الأرتودوكس يعني بيقولوا لك أنا عربي يعني رافض فكرة حتى اليونانية أو رافض فكرة أنه يكون منتملة غير الحضارة العربية وأنت هون بررت يعني وكنت عم تحكي بهك بلهجة صديقة جداً لما تكون أن لا أكون عربياً لا يعني أن أكون معادياً للعرب بل يجب أن أنسوا جماعة العرب أفضل العلاقات ولكن في ناس من ذات الروم مش موافقين على فكرة أنه هن لا ينتمون إلى العروبة نحن ننطق باللغة العربية يعني كيف تنتظر من جميع الناس أنه راح أليك شغلي إن شوية شوية هيدا بيصيروا بيور هل عم تخلق قضية من هذا الكتاب لا الكتاب هو وليدة قضية نعم يعني القضية موجودة ولكن عم ترجع يعني عم ترجع تعيش أبداً القضية موجودة عندنا أين بيعرفها؟ أنا إذا حكيت عن القضية الأرمانية الأرمان بيعرفوا شو عديتهم بيعرفوا شو حجرتهم بيعرفوا شو مشكلتهم ضروري نكون مش عارفين شو نحنا لكان لحطا نضيع يعني ما عم بفهم يعني اليوم بس أنه إذا كنا نحنا مش عارفين تحكيني أنا أنا أرزي بعرف بس أني أنا مثلاً روم أرتوديكس شو بدك تجي تقلي من خلال هيدا الكتاب يعني شو عم تدعيني؟ ليش مستنظر أنه أنا فتش معك عن هاللغة فتش معك عن هالتاريخ لوين بيوصلني هيدا الشيء؟ رحقلك أنت بالآخر قلتلي عرفتي عن حالك أنه شو هويتك؟ شو قلتلي أنا بوع حالي شو؟ أرتوديكسية روم أرتوديكس طيب ما سألت شو معناتها روم أرتوديكس؟ ما أنت عم تسألي بالأول أنا شو؟ عم بقلوليك روم أرتوديكس عم تتمسك بها الهوية ها هوية ما بديك تعرفي شو معناتها؟ حسنا عرفت معناتها بعدين صرت تعرفي كيف تبني مع الآخر علاقات ضمن الحفاظ على ذاتي وكيف تنقلي هويتك لأبنائك مثل ما آبائك نقلولك هويتهم نحنا عم نقول نريد أن نحافظ على أنفسنا أن نحافظ على هذا الإرث العظيم على شفرتنا الحضارية على مجموعة قيم نؤمن بها بس لما تقول الهوية واللغة يعني أنت في عندك دعوة لترجع تعيش لغة معظم الروميين المشرقيين ما عادوا بيحكوها إلا بالصلاة يعني بيبتمر إلا جملتان ثلاثة وين المشكلة يعني إذا حتى إيقوناتنا بلشوا يرسموها ويكتبوه بالعربي ما في عندنا مشكلة معلش فينا نكتب بالعربي وفينا نكتب باللغة البدنا إياها بس نحنا روم يعني فينا نقول أرمن مثلا أوكي فيهم هن يحكوا لغة عربية بشكل جيد ويكونوا أدباء باللغة العربية فيهم يغنوا بالفرنسي متشار الأزنفور كثير منيح عظيم يعني فيك تقولي أنت اليوم إذا تسمع النتاج الحضاري الفرنسي مثلا ما تسمع ما تسمع أزنفور بس أزنفور هو أرمني يعني يحافظ على هويته الأرمنية على مقومات هويته الأرمنية شو الغلط يعني إذا إحنا إذا إلنا بدنا نحافظ على على تراثنا شو الغلط أنا إذا بدي أعرف قيمي مظبوط أرزي مش مفروض فيي أعرف تاريخي مظبوط وأعرف الأديسين شو كتبوا وشو علموا طيب ما معظم الأديسين اللي كتبوا عندي كتبوا بلغة أجدادي وباللغة المقدسة عندي اللي كانتها اللغة اليونانية هايدي أنا لحتى أعرف مظبوط قيمي بدي أدر أراهم مثل ما همني كتبوا لحتى أقدر أفهم حالي مظبوط لازم أكون على تواصل مع تاريخي لحتى أقدر أعرف كل مقوماتي الحضارية ويقدر أمقلها للجيل الجديد أنا مني عم أقول أنه نحنا بدنا نعمل مجتمع يعني ينسى اللغة العربية ولا يتفاعل مع محيطه وينطق فقط باللغة الرومية أبدا مش هيدا المطروح أبدا أنا كل اللي عم أقوله أنه نحنا يجب أن نبقى ناطقين باللغة العربية وأن نبقى نسهم أعظم الإسهامات في النتاج الحضاري للثقافة العربية ولكن يجب أن نعرف أننا نحن اسمنا الروم ما اسمنا العرب يعني نحنا ما نقدر نصبح جزء من الأمة العربية إلا إذا أخذنا المقومات الأساسية للحضارة العربية والذاكرة الجماعية للأمة العربية والأبطال القوميين للأمة العربية أنا ما بقدر كون روم وأفتخر مثلا بخالد بن الوليد يلي هو بطل قومي للعرب ولكنه مجلو بطل قومي للروم لأنه قاتل الروم مثلا أنا بالكنيسة وانت بتعرفي هالشي نحنا منصلي بالكنيسة كروم لذكرى شهداء عموريا أنقرة يعني هاللي كانت رومية بوقتها والعرب فاتوا احتلوا ودبحوا أهله وسبيون وقتلوا 42 شخص منهم هذي 42 صاروا شهداء بالكنيسة نحنا منصليلهم العرب بذات النهار طيب يحيون ذكرى الانتصار على الروم في عموريا ونحنا الروم بالكنيسة عم نبكي وعم نتذكرون وعم نقول هذي شهداء وإلى آخره كيف بدنا نقول أنه نحنا عرب؟ نحن نجب أن ننسى التاريخ السيء مع العرب صح ولكن يجب أن نبني أفضل العلاقات مع العرب اليوم ولكن لا نذوب بالعرب ولا نذوب بغيره لا نذوب بس أنت عم تحكي عن نسيج مع العرب بأفضل العلاقات ونسيج مع أن ننسج معهم أفضل العلاقات كيف دك تنسج معهم؟ إذا أنا حافظت يعني عم بسألك عطيني مخطط للنسيج مع العرب ومع المسلمين وحتى مع الغربيين نعم يعني لأنه أنت موقف كتابك فقط أنه أن لا أكون عربيا أو أن لا أكون مسلم أيضا أن لا أكون غربيا طب أن نحن مشرقيين بالآخر يعني بس تقول يجب أن أنسج مع الكينات الثلاثة إذا بدك اللي سميتك يعني شو المخطط للنسيج معهم؟ كيف ممكن ننسج؟ عظيم في عندنا كتير قصص أول شي نحن نتشارك معهم المواطني ها أول شي نتشارك معهم الانتماء للإنسانية مش هيك؟ ونتشارك معهم اليوم الحفاظ على الإنسان المشرقي في وجه الهجمة الإرهابية اللي هني ونحن عم نتعرض لتنينا فإذا ممكن هيدا العمل يكون على الأرض بعدة أو ياخد عدة مناحي ممكن بالمجالات الثقافية أنه نتعاون كيف بأنه نعمل أبحاث نحن وياهم نعمل جمعيات مشتركة نحن وياهم للبحث عن التعددية الحضارية للمشرق كيف هني بساعدونا بأنه نحن نبحث عن تاريخنا الرومي في هذا المشرق ونحن منساعدهم أنه يبحثوا عن تاريخهم العربي القديم ونشوف كيف نقدر نبني سوا أوطان نحافظ فيها على بعضنا البعض مش هيك؟ في عنا كتير طرق ونقدر نعمل محاضرات مشتركة نفرج فيها وين أخطأنا بحق بعض بالماضي وين أخطأ الروم بحق العرب وين أخطأوا العرب بحق الروم كيف قدرين نصلى هذا؟ إذا بدنا نحكي بعلاقات جيدة بين الناس مشبورين نصلى لأنه ما بنقدر نخب الماضي أو نعمل مثل النعامة اللي بتدفن راسها بالرمل وتقول أنا بدي كب الماضي وراي وبس وبدي أبني شي مش مبني على الماضي بشكل صحيح لا لازم أعرف الماضي مظبوط مثلا ليش بدي أعرف الماضي أرزي لحنا اليوم مع المسلمين أنا أقول ومع العرب يفترض أن نكون في مواجهة مشتركة ضد اللي عم بيحاولوا يزو أو يشوه الإسلام ضد المتطرفين نعم نقول ويشوهوا أو يقضوا على المسيحي وعلى المختلفين عنهم بدنا نقرأ تاريخ تنعرف مين من الفقهاء المسلمين كان يحب المسيحيين ويفتي بإعطاء حقوقهم بس حتى المسلمين يعني مفلا بين إمام الوزاعي يعني مفلا بين إمام الوزاعي أصلا اعتبار هيدا الفئات المتطرفة على إنها إسلامية كل المسلمين بيرفضوه؟ طبعا فإذاً مين داعش عم تبني؟ مين اللي عم بيقيت له مع داعش؟ مين اللي نفسه؟ مين اللي نفسه؟ نفسه عبارة عن مين؟ من وين عم بتجيبهن؟ من الأمر؟ ما عم بتجيبهن من الأمر؟ عم بتجيبهن من بيقه إسلامية ولكن أنا فيني أقرأ جملتك اللي كتبه وافهمه متل ما بدي صح أنا فيني اطلع بكلمة علاقات ممكن افهمه على أكتر من منحة أكيد بس رح قليك أرزي يعني الداعش عم تبني ببيئة أو عم بتجمع مناصرينا ببيئة إسلامية هاي بنا نعترف بهذا الشيء والإسلام يعترف بهذا الشيء وعم تبني أيضا على شيء كان موجود تاريخيا يعني لما هني عم بيحملوا الفأس وعم بيكسروا الصليب في قبلهم خلفاء بالماضي اللي موجودين بها الكتاب كسروا الكنايس فعم بيحاولوا يتشبهوا بشيء كان موجود بالماضي وعم بيبنوا أيضا على فتاوى مثل ابن تيمية مثلا اللي موجود بالتاريخ كمان مذكور بالكتاب الذي يفتي بضرورة القضاء على المغايرين عن مذهب السنة والجماعة وبالتالي هؤلاء يبنون على شيء كان موجود في الماضي ونحن أيضا إذا بحثنا في التاريخ وجدنا أنه كان فيه أيضا نماذج لشخصيات عربية وإسلامية بالعكس كانت منفتحة ولكن للأسف لا يتم الإضاءة عليها يجب أن نقرأ التاريخ لكي نضيء عليها مثلا بين قائد مثل خالد بن الوليد دخل دمشق وهو يقتل المسيحيين وقائد مثل أبو عبيدة بن الجراح دخل دمشق صلحا هو والمسيحيين مع بعضهم يجب أن نركز مع المسلمين على نموذج أبو عبيدة بن الجراح مثلا بين نموذج ابن تيمي يلي أفتى بقتل المخالفين ونموذج الإمام الأزاعي يلي كان يحب المختلفين عنه والمسيحيين وخرجوا بجناسته المسيحيين واليهود والمسلمين يجب أن نشدد مع الإخوة المسلمين على نموذج مثل الإمام الأزاعي في الفقه وفي الدين فإذن ليس لهذا يجب أن نقرأ تاريخنا لأنه بالآخر نحنا أبناء هذا التاريخ رودريق اليوم وضعت أنت كتاب روم المشرق مين من الهيئات الإسلامية إذا بدك أو الشخصيات الإسلامية باركت هالعمل وقريت هالكتاب ووفقت لك على المضمون وقالت لك أنه مضمونك جيد وأنصفت فيه العرب والروم هلأ نحنا طبعا الكتاب بعده جديد نشر يعني بعد يمكن ما تسنى وكتاب كبير مثل ما شفتي يعني بعد يمكن ما تسنى لكتير ناس أنه يقرأوه ولكن الكتاب يعني يبدأ بشهادة لنبي المسلمين في الروم بحب أني رالي كيها وهي يعني بعتقد شهادة نبي المسلمين هي أكبر شهادة ممكن تكون في الروم يعني يجب أن يقرأها المسلمون اليوم ويحافظوا على الروم حفاظهم على أثمن شيء ربما في هذا الشرق أو قريت هوا على المسيحيين على المسيحيين لا يعني هلأ شو بيقول بيقول إن في الروم لخصالا أربعا إنهم لأحلموا الناس عند فتنة وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة وأوشكهم كرة بعد فرة وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف وخامسة حسنة جميلة وأمنعهم من ظلم الملوك فإذا هذا الكلام لنبي المسلمين عن الروم إذا نبي المسلمين أحب الروم وفي حربهم يعني في الحرب بين الروم والفرص أيضا نعرف نحن أنه في القرآن نزلت سورة الروم واللي كان يحب النبي أنه الروم يربحوا بهالحرب نعم فإذا نحن اليوم المسلمون اليوم يجب أن يشددوا على ما قاله النبي في الروم وليس على ما نفذه بعض الأتباع فيما بعد يعني ضدنا من مجازر وإلى آخرين من يريد العودة للسلف الصالح السلفيين يعني يجب أن يعود للنبي فيما قاله عن الروم وليس للناس اللي كانت تصرف يعني عصبياتها ومزاجياتها نعم رودريج أنت اليوم لما وضعت هذا الكتاب هل وضعته كرودريج خوري المحامل اللي حب يتعرف على هويته الرومية ويتعمق بالبحث عنه؟ أما وضعته كرودريج خوري رئيس حزب المشرق اللي عم بيحاول من خلال هذا الكتاب يثبت إذا بدك أحقيته بتأسيس هالحزب هلأ الحزب ما خصه بموضوع الهوية التاريخية كتبتك رئيس حزب عندك واجب؟ أبداً مخص رئيس حزب كتبته هذا قبل ما نأسس الحزب أصلاً الكتاب هو مشروع بحث كما قلت لك من الوقت اللي كان عمري يعني أربع خمس سنين وولد وعم فكر عن هويته فأصلاً مخص الحزب هي أسسنا الحزب نحنا يعني طبعاً إضافة ل يمكن يكون الحزب إجاء على خلفية بحثك هذا الكتاب على خلفية بحثنا صح أصلاً أنا كتبت الكتاب من منطلق رودريج الرومي المشرقي الذي يبحث عن هويته شو يعني رومي وشو يعني مشرقي بس بها البساطة رودريج أنت متهم من قبل كاثيرين أنك أنت يعني مثلاً بيقولوا الظاهر مبين دفاعاً عن الهوية وعن الأرثوذوكسية وإلى ما هنالك ولكن ضمنياً أنت عم تشتغل سياسي ولكن أنا اليوم بدي أعرف يعني أين هو رودريج من عيش الإيمان الأرثوذوكسي أنا بشوفك بمقالات بتكتبها مثلاً عن الروم عن هويتهم بعض القصص اللي بتمرقها واللي هي جداً مفيدة ومرت بتكون نادرة ولكن أين هو رودريج من ممارسة أرثوذوكسيته يعني بالعيش وبالإيمان؟ أول شي جواباً على هالسؤال أنا هويت الحضارية رومي مثل ما أنا ولكن أنا قلت مرة أنا رومي هايدي بأكده لعني ابن حضارة الروم اللي جدودي ورتوني هالاسم يعني ولازم حافظ عليه إنما أنا أسعى لأن أكون أرثوذوكسياً أسعى دائماً لأن أكون أرثوذوكسياً لأنه صعب أي إنسان يكون أرثوذوكسي أن تكون أرثوذوكسياً يعني أن تكون قديساً هذا يعني أن تكون أرثوذوكسياً لأن الأرثوذوكسية هي استقامة الرأي من مننا في كل ممارساته يكون مستقيما شيء تكون مستقيم الإيمان نحاول أن نكون مستقيمين نحاول دائما أنا شبه نفسي أنا أعترف بضعفاتي بالنتيجة أنا أحاول دائما أن أتوق إلى أن أكون أفضل أتوق إلى أن أكون أورثوذكسيا حقيقيا يعني مثل الرب لما سألوا قالوا هل تؤمن؟ قالوا أؤمن يا رب ولكن أعن قلة إيماني أنا ربما أكون أريد أن أؤمن أنا مؤمن ولكن لدي ضعفات مثل كل الناس ولذلك أنا أقول أنا دائما في كفاح من أجل أن أكون أورثوذكسيا حقيقيا أن تكون أفضل أن أكون أورثوذكسيا كل أورثوذكس يعني اليوم يتسلمون العقائد والإيمان إلى آخره يعرفونها ولكن أن نطبق أن نطبق الأورثوذكسية هون هون الأووي نعم رودريك أين هي الكنيسة الأورثوذكسية اليوم والأنطاقية تحديدا من هذا الكتاب؟ أول شيء الكنيسة هي نحنا كلنا يعني كلنا كنيسة لا سؤالة واضح الكنيسة الأنطاقية ممثلة برأس الكنيسة اللي هو البطريارك يازجي بطريارك يوحنا العاشر ويعني إذا فينا نقول الروحانيين بكنيستنا يعني قادة كنيستنا مطار نتا رؤساء كنيستنا أين هم من هذا الكتاب؟ يعني عرضتوا عليهم نقاشتهم فيه أول شيء الكتاب كتاب تاريخي معطي يعني الكتاب من له ولكن أيضا الكنيسة رأي بالتاريخ ما هيك؟ ربما الكنيسة قد يكون آراء في التاريخ ما بيقدر الكنيسة يكون آراء واحد بالتاريخ الكنيسة مثل ما قلت اللي هي مجموعة المؤمنين ومجموعة الإكليريكيين ومجموعة المطارين نحن الأرثوذوكس بكل شيء هيك مجموعة يعني حتى السلطة العليا في كنيستنا دائما هي مجمع مقدس فإذا هناك آراء مختلفة في التاريخ هناك رأي واحد في العقيدة في الكنيسة الأرثوذوكسية أما في التاريخ في الأمور التاريخية في المقاربات الاجتماعية أو السياسية أو التاريخية يعني هذا بيرجع للشخص مثلا مثل عنا يعني رجالات كبار بكنيستنا يؤمنون بالرومية معروفين يعني رجالات كبار وهن تلميذ رومانيديس تلميذ يعني الفيلسوف يعني رومانيديس نعم فإذا في عنا اتجاهات عديدة بالنسبة لهذا الموضوع ما في الكنيسة ما بتجي بتقول أنه أنتم مفروض عليكم يكون لكم رؤية واحدة للتاريخ أو رؤية واحدة للسياسة أو رؤية واحدة للعلوم الاجتماعية يعني هي حرة الكنيسة تقول كلمة الفصل في العقيدة نعم ونحن نتبع في هذا الأمر أو خي نقول المجمع يعني يقول كلمة فصل في العقيدة وليس في الأمور الأخرى هاي دي كلها بتبقى وجهات نظر يعني ورائعهم نعم ولكن هل بإمكاننا اليوم إنه نشوف الكنيسة الأرتدوكسية لما بدأ تعود لمصدر تاريخي الكنيسة الأنطقية خليني نحكي تركو عم بشمول هل ممكن تجي تاخد كتاب رودريك خوري ترجع لمعلومة فيه هلا أنا بقلك شو أنا عملت بالكتاب بالأول الكتاب هو يعني فتشت على مصادره بكل الأماكن يلي ممكن تحلم فيها يعني كنت أقرأ خمس تلاف صفحة لحتى شيل منها جملة بتحكي عن الروم بتاريخهم فأنا هونت على اللي بده يبحث عن تاريخ الروم إنه يفتحها الكتاب ويشوف أحسن ما يقعد يبحث مثلي عشرة تلاف صفحة لحتى يشيل منها جملة نعم فإذا بيحبوا يأخذوا بيكون كتير ميح لأني سهلت عليهم كتير أمور يعني لما رينا الواقدي بفتوح الشام وهو كتاب ضخم مثلا بلغة عربية قديمة والآخرية حتى افهم مين كانوا الروم بالشرق والعرب لما فاتوا كيف جابوا الترجمان معهم لحتى يفهموا على روم حمص وعلى روم حلب وعلى روم بيروت وإلى آخره فإذا هذه مصادر موثقة فأنا سهلت على أي شخص يريد أن يقارب هذا الموضوع ويريد أن يعرف كيف حصل التعريب لكنيستنا كيف صار شعبنا يحكي اللغة العربية كيف ترجم التقوس وهذا إلى اللغة العربية وكيف بقي بالمرحلة الأولى يحكي يوناني أو كيف كتب أيضا اللغة العربية بالحرف اليوناني لفترة فإذا أنا سهلت كثير على الباحث لأن أنا فتشت يعني مثل اللي عم بفتش على اللؤلؤ بالبحر على الدرجة وجمعتهم بهالكتاب وإن شاء الله يعني بعدين بيكون في إلنا لأن البحث هو مستمر دائما بيكون إن شاء الله بيكون في إلنا كمان كتب أخرى بتعالج أكيد وإحنا نتطني لك هذا الشي رودريك قبل ما نختم هالحلقة إذا اليوم أنا بدي أجي أشوف مين ساهم بمرحلة ما بإضمح ليل هالهوية أو محاولة طمسة محاولة تذويبة بهوية الآخر على من يضع رودريك خوري اليوم اللوم؟ على الظروف التاريخية على الجميع حتى ما نحمل مسئولية لغيرنا فيما نحمل مسئولية لنفسنا كمان فينا نقول خيرا نبلش من حالنا شوي يعني نحنا بنتحمل مسئولية بهذا الموضوع جدودنا ببعض الأحيان كانوا يتحملوا مسئولية بهذا الموضوع لأنه صار خلافات كثير نحنا بين بعضنا قدت له حتى يتحكموا فينا الآخرين ويفرضوا علينا اتجاهاتهم الحضارية بأماكن معينة كثير مننا تركوا الأرثوذوكسيين بفترات من التاريخ نشوف بهذا الكتاب انه اضطروا يتركوا الأرثوذوكسيين نحنا كمان بمراحل معينة من التاريخ ما كنا مناح بحق بعض قتلنا بعض نقاصلنا بين بعض دعونا نتعلم من الماضي لحتى منتهم الآخرين دعونا بالأول نبدأ نعرف حالنا مضبوط نعرف نحنا وين أخطأنا حتى نتفادى تكرار هالأخطاء بالمستقبل في ناس كثير هذه بطبيعة الحياة بقانون الحياة يعني انه القوي يسيطر على الضعيف ولكن الضعيف لش خلنا حاله يضعف هون السؤال القوي لش خلنا حاله يضعف قوي بيسيطر على الضعيف نحن نقول انه القوي يحاول السيطرة على الضعيف طيب هالضعيف كان قوي ليش ضعف ليش خلنا حاله يضعف طيب رودريج انت اليوم عم تحكي عن يعني الملامة وفضلت تحط ملامة على كل إنسان يبلش من نفسه اليوم رودريج قدام هيد القضية القضية اللي هي عدم الذوابان بهوية الاخر مين مكان يكون غربي عربي الى ما هنالك والتمسك بالهوية الرومية اليوم رودريج يعني بعيدا عن هذا الكتب كيف يعبر عن تمسكه بهويته الرومية شو عم تعمل كرمالا زردك اول شي عملنا كتاب خلينا نقول كل الحلقة كنت في الكتاب يعني خلينا نقول ان احنا عم نفتش اول شي نعم اول شي عم نسأل والسؤال مهم التاني شي عم نبحث حتى نلاقي اجوبة للسؤال وبعد ما نبحث عم نشهد للي عرفناه وعم من بعد ما نشهد عم ننشر وعم نمشي بين الناس وعم نخبر يلي عرفناه فازا نحنا شو عم نعمل نحنا عم نعمل هاو رودريج شو الرسالة الاخيرة اللي بتحب توجهها من بعد هيدا الحلقة اللي حكينا فيها عن الهوية وعن اللغة وياريت هيك بس قبل ما تتوجه رسالتك بس تحكيني على نقطة اللغة لما بتضمن هالكتاب موضوع اللغة إذا انت بتتوق إذا فينا نقول لإعادة استعمال هيدا اللغة وترويجها إذا بدنا فانت على صعيد الشخصي كيف هم بتعامل مع هيدا النقطة بالذات اللغة أنا بحكي اللغة يعني وطبعا بعرف اللغة الرومية لحد ما يعني كلا بعتقد انه أكتر الروم بيحبوا يعرفوا هاللغة هيدا لحتى يقدروا يكونوا على تواصل مع تراثهم ومع تاريخهم يقدروا يقروا مثلا الإنجيل باللغة الأصلية اللي انكتب فيها يقدروا يقروا يوحنا الدمشقي باللغة الأصلية اللي كتب فيها يقدروا يقروا الذهبية الفم اللي عمل خدمة الأداس الشهيرة عنا باللغة الأصلية اللي انكتب فيها فإذا يقدروا يقروا رومانوس المرنم يعني نحن نعرف عنا تراتيل مهمة جدا بالكنيسي يسوع الحياة في قبر وضوع رومانوس المرنم ابن حمص كتبها بالرومي بالأول حتى نقدر نكون على تواصل مع تراثنا ونعرف ذاتنا مضبوط يجب أن نعرف هذه اللغة لا يكفي بالمرحلة الأولى أنه نتعلم شوي يعني كيف نقرأها حتى يمكن نقدر نرد شوية أصالة هيك نحن نرتل نتفي بالكنيسي بهاللغة نقدر نقرأ شوي منها مش بالضرورة أنه نحكيها بالشارع يعني بسوى نحكي عربي بالشارع كمان مش مش شغلي غلط العكس لازم نكون على تواصل مع كل الناس تمام الرسالة الأخيرة اللي بتوجهها رودريق لأنه الوقت دهامنا الرسالة الأخيرة أنه نحن يجب أن نبني المستقبل والركن الأساس لبناء المستقبل هو معرفة الماضي لننجح في بناء المستقبل يجب أن نعرف الماضي أن نعرف أنفسنا صح؟ وأن نعرف الآخر حتى نقدر نبني نحن والآخر مستقبل عظيم إن شاء الله رودريق أنت كنت ضيف مميز اليوم برجع بكرر يعني مش بس للكتاب اللي حاطه اللي هو كتاب تاريخي إنما أيضاً وجود صديق لألي هون بالحلقة أمر بغاية السرور أهلا وسهلا فيك وشكراً على المعلومات اللي عطيتنا إياها ونتأمن لك إنه يكون هيدا أول حبة من مسبحة كتب ممكن تقدمها للأمة الرومية وإن شاء الله نقدر أيضاً نقول للكنيسة الأرتودوكسية وطبعاً حاطتنا هي منبر عطول مفتوح لألك وإن شاء الله بيكون حرة على طول تقدر من خلاله تعبر عن أي شيء بتتمنيه شكراً شكراً لحضورك إذن مشاهدينا أنا بها شكلكن ختمت اليوم مع المحامة رودريك خوري اللي استضفنا بحلقة تحت عنوان روم المشرق الهوية واللغة واللي هو عنوان الكتاب اللي أصدره مؤخراً أنا بتمنى أن الحلقة تكون فادتكم وجاوبت عن أسئلة عديدة ملتأنا فيكن الأسبوع المقبل إن شاء الله رودريك بس إذا بدون الناس تشتري هذا الكتاب بس وين ممكن تلاقيه؟ موجود بمكتبة أنتوان بكفة فروعة موجود بالفرجون كمان بفروعة ومكتبة بيسان بعتقد بالحمرة وعن دار الجيل يعني هو صادر فبيقدروا كمان يتواصلوا مع دار الجيل ويعرفوا وين موجود بالنسبة للأردن وفلسطين كمان رح يتم نشر الكتاب هونيك نظر إن شاء الله على كل رودريك نرجع ننكرر مباركتنا لك بهذا الكتاب وإن شاء الله بيكون مثل ما قلتلك حبة بمسبحة طويلة وتكون سلسلة من الكتب اللي رح تغني في مكتباتنا إذن مشاهدين أنا بهالطريقة برح يختم حلقته ملتأنا فيكن أسبوع المقبل و الله معكم اشتركوا في القناة شكرا